لتعليق على الموضوع الضمو إلينا عبر اسكايب من أمستردام الكاتب الصحفي الأساد ماهر حجازي أهلا بكم إلى السود رافدين بداية تتزايد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة بماذا يؤشر ذلك في هذا التوقيت لأيك؟ نعم بداية تحية لك والسادة المشاهدين لا شك فيه أن الشعب الفلسطيني يؤكد أن خياره هو المقاومة خياره هو موصلة النضال حتى تحرير أرضه وهذه العمليات العسكرية عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة إنما هي فعلا تأكيد أن الشعب الفلسطيني كفر بموضوع المفاوضات والسلام ومع هذا الإحتلال الإسرائيلي وأنه الشعب الفلسطيني في مرحلة الدفاع عن النفس أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية خلال اليومين الماضيين كان هناك تصعيد من قبل الجانب الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا من خلال اليوم كان هناك اختحام لمخيم الأمعاري في الضفة الغربية المحتلة وتدمير منزل عائلة أبو أحمد هذه العائلة التي لها بعض طويل في النضال الفلسطيني وبالتالي اليوم المقاومة الفلسطينية والضفة الغربية هي فعلا موجودة ولكن نتيجة التنسيق الأمني ما بين السلطة والاحتلال الإسرائيلي هناك استهداف مباشر لكل من يعني يقاوم هذا الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة اقتحابات جيش الاحتلال لبلدات ومدن الضفة لا تنقاطع هذه الانتهاكات برأيك هل ترى بأن كلفة العمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة أو العمليات في الضفة تكافئ ما يقدمها المدنيين من كلفة يعني شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة هو شعب تحت الاحتلال يوميا يمارس هذا الاحتلال الإسرائيلي بحقه يعني انتهاكات جسيمة وجرائم يوميا هناك شهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني وبالتالي الشعب الفلسطيني اليوم في الضفة الغربية وفي كل بقاع فلسطين هو في مرحلة دفاع عن النفس وتحرر من هذا الاحتلال الإسرائيلي الدفاع عن النفس مشروع وقد أقرت القوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات الدولية أقرت للشعب التي تقع تحت الاحتلال بمقاومة هذا الاحتلال وبالتالي الشعب الفلسطيني يدرك تماما مدى الفاتورة الكبيرة التي يدفعها نتيجة هذه المقاومة والشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين عام وهو يقاوم الاحتلال الإسرائيلي ويرد على هذه الجريمة وبالتالي لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يستكين وفعلا هو يدفع فاتورة كبيرة من الدماء جراء الدفاع عن نفسه لأنه لا يوجد هناك في الضفة لا يوجد من يدافع عن الشعب الفلسطيني هذه السلطة العميلة في الضفة الغربية التي لا تدافع عن شعبنا وإنما هي تساند الاحتلال الإسرائيلي وتعاون الاحتلال الإسرائيلي في ضرب المقاومة وضرب شعبنا في الضفة كيف ترى تعاطي السلطة مع الانتفاضة التي تعامل الأرض الفلسطينية منذ عدد التسابيع؟ أو ندد أشهر صراحة في غزة وحتى الآن في الضفة؟ للأسف هذه السلطة كما قلت السلطة هي تخون تضحيات الشعب الفلسطيني بالأمس عندما اعتدت هذه الأجهزة أجهزة من السلطة في الضفة على النساء الفلسطينيات هذا هو دليل على أن هذه السلطة وهذا التنسيق الأمني هو أكبر جريمة ترتكبها السلطة الفلسطينية وحركة فتح بحب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الاعتداء على النساء الفلسطينيات أمر مرفوض في الضفة الغربية ويعتداء على الشعب الفلسطيني من قبل سلطة دايتون في الضفة الغربية وهي الاحتلال الإسرائيلي اليوم هناك سلطة في الضفة تمارس القمع بحق الشعب الفلسطيني نيابة عن هذا الاحتلال وبالتالي هذه السلطة لم تعد مسؤولة عن الشعب الفلسطيني هذه السلطة يجب أن تدرك خيار السلطة وأن لا يمكن القبول بأن تبقى هذه السلطة في الضفة الغربية تتحكم بمصير الشعب الفلسطيني وبالتالي للأسف هذا عمل خياني وهو عمل يخون تضحيات أبناء شعبنا في الضفة الغربية ونحن كشعب فلسطيني نرفض مثل هذه الممارسات التي ترتكبها السلطة سلطة رام الله وسلطة محمود عباس بحق الشعب الفلسطيني هذا التنسيق الأمني مرفوض تماما أن يبقى التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي هذه الانتفاضة التي تجري في الشوارع الفلسطينية هل برأيك من الممكن أن تغير موقف المجتمع الدولي لصيما بأن أستراليا اعترفت من قدس عاصمة للكيان الصهيوني قبل أيام فشلت الولايات المتحدة الأمريكية بتمرير مشروع في هيئة الأمم المتحدة هذا المشروع يستهدف تجريم وإدانة الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني اليوم اعتراف أستراليا بأن القدس الغربية بالتحديد هكذا قال قدس الوزراء القدس الغربية هي عاصمة للكيان الإسرائيلي والتالي هو يعتبر امتدادا لقرار الرئيس الأمريكي ترامب فيما يتعلق بالقدس وهذا القرار هو باطل شرعا وباطل قانونا وأيضا نرفض كشعب فلسطيني نرفض هذا القرار نؤكد أن القدس هي عاصمة للدولة الفلسطينية وبالتالي هذا القرار الأسترالي هو امتداد القرار الأمريكي السابق وهو يعتبر مخالفة قانونية ودولية واضحة لكل المواثيق والعراف الدولية أستاذ مهر حجازي الكاتب الصحفي كنتم عن عبر أسكايب بن مصر دام شكرا جزيلا لك